التاريخ يعيد نفسه، ودراسة أوجه التشابه والاختلاف بين الماضي والحاضر هي أحد أهم الوسائل التي يعتمد عليها المحللون الاقتصاديون في قراءة الاقتصاد وتوقع مستقبله. فصدر مؤخراً تقليل عن وكارة ستاندرد أنبورز قارنت فيه بين حاضر القطاع المصرفي الإماراتي بأحداث الأزمة المالية العالمية عام 2008 و2009. فأثناء الأزمة المالية العالمية، التراجعات الحادة لأسعار النفط بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في أسعار العقارات وتراجع السيولة كشف عن استخدام بعض القيانات المرتبطة بحكومة لرافعات مالية كبيرة وهياكل تمويلاً ضعيفة مما أدى إلى تلقي البنوك الإماراتية لصدمة كبيرة وتدهر في الأداء بين العامين 2009 و2010 حين بلغت إجمال ديون دبي في 2008 نحو 80 مليار دولار. بينها 70 مليار دولار في ذمة الشركات العامة، ومنها 59 مليار دولار في ذمة شركة واحدة فقط وهي مجموعة دبي العالمية. ولكن التعافية السريع لأسعار النفط أدى إلى عودة دورة الائتمان في وقت مبكر من عام 2012، ومهد انحسار الخسائر الائتمانية الطريقة أمام البنوك لاستعادة تحقيق الأرباح. أما الواقع الذي نعيشه اليوم يختلف عن وقت الأزمة المالية بحسب ستاندرد أنبورز، فأسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة أطول ونظراً للدور المهم الذي تلعبه تلك السلعة في الاقتصاد الإماراتي مترافقاً مع تقلب مستمراً في أسواق الأسهم. فسوف تجبر الشركات والحكومة على تبني موقفاً متحفظ، ما سيضعف الإنفاق على البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص، وهذا بدوره سيقيد الإقراض المصرفي. الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض نمو الأرباح لدى البنوك الإماراتية في عام 2016، وبأن يكون الأداء متواضعاً في العام المقبل. ولكن الوكالة عادت لتؤكد أن التشريعات والقوانين الخاصة بقطاع البنوك الإماراتية الآن هي أقوى مما كانت عليه سابقاً، وأن البنوك الخمسة الرئيسية في الدولة تتمتع بمراكز مالية قوية ستمكنها من مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن تلاجع أسعار النفط.